اهلا بكم اللي اول مرة يشرفني انا اسمه وفاق ودي قناتي وان شاء الله النهاردة زي هبين من الصورة كده هنعمل مع بعض الميني تارت اللي هو السوريه وده للتقديم للضيوف او للعزمات او للمناسبات والاعياد وعياد الميلاد اه وكذا بيبقى شكله ضريف جدا وحاجة زيارة على طول واحد يمسك واحدة في ايديه اه يكلها وبتبقى من الحاجات الخفيفة جدا التارت مش زي الترات تقيل بيبقى خفيف جدا في الاكل يلا بينا نبتدي على المكونات والمأدير وان شاء الله المأدير هكتبها لكم فيه صندوق الوصف اللي اول مرة يشرفني في قناة ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب اللي هو المكتوب الاحمر تحت اه وتفعلوا زار الجرس علشان توصلكوا الاشعارات بالاكلات الجديدة ان شاء الله المكونات عبارة عن دقيق وسكر بودرة الكميات بزلطة هكتبها لكم في المأدير دقيق وسكر بودرة وفانيليا وزبدة وبيض طبعا كالعادة في اي حاجة السكر البودرة والدقيق منخلين ورشة الملح والبداية الزبدة لا هي جمدة محجرة من الفريزر ولا هي صفت او نعمة لا تبقى يدوب ما بقيتش محجرة قوي لكن بردة وببتدي في الخلاط العادي احط الديقيق وحط حتة زبدة كل شوية حتة زبدة كل ما تختفي في الديقيق احط قطع غيرها لحد ما تخلص الكمية وحط الفانيليا ورشة الملح والبداية ولو احتاجت العجينة تتلم تاني ما تلميتش بعد البداية بحط حبة مية زيارين وبرده المية تكون بردة فده مهم جدا وبعدين ما بعجنهاش بقى ما بخلاش الخلاطي عجينها يدوب لفة كده واعملها بأدية ألمها بس بأدية واحطها في الكلينج فيلم او بلاستيك تلاجة وبعدين احطها في التلاجة لمدة ساعة وبعدين اخرجها من التلاجة عشان رفت عن معاها اخرجها من التلاجة زي ما تشايفين كده فردتها ما بين ورقتين تلاجة او ورقتين زبدة وبقطعها اما بقطعات صغيرة اما بكورها كور صغيرة وقوم عاملت كور في التارت على طول بدخل التارت على درجة حرارة مية وتمانين لحد ما ياخد اللون اللي انا عاوزاه ممكن يبقى كده ممكن يبقى أقل شوية ممكن يبقى أغمق شوية حسب ما انتو بتحبوه اذا كان مقرمش شوية عندها طلعته ابيض شوية افتح شوية بس برضو ما يسك يعني جامد فوردتلكوا ده وده اللي عاوز يطلعوا نص ونص او اللي عاوز يطلعوا محمر او مقرمش قوي على درجة حرارة مية وتمانين بابتدي بعد كده يسيبوا ما يبرد شوية يكون محضرة بقى الكريم باتسير والكريم باتسير هسيبليه كل لينكو بتاعه وهو نفسه الكريم باتسير عاملة فيه حلقة على اليوتيوب او على قناتي فيه زي اعمل الكريم باتسير بحط في الاول كله في الترتات كلها بحط كريم باتسير في كل الترتات وبعد كده يقيم اكمل بكريم باتسير يبقى كلها كريم باتسير بس مفيش حاجة تاني وعليه مثلا فوزدقاية او عليه لوزاية او عليه شوكولاتة من جواه سوداني او ببتدي بحط على الكريم باتسير يقيم كريم شانطيه ابيض يقيم كريم شانطيه بالشوكولاتة او كريمة زبدة كريمة زبدة برضو فانيليا او كريمة زبدة شوكولاتة او كريم باتسير بس يبقى قدامي كزا اختيار. وبعد كده برضو الامع ده طبعا امع زغير يعني ده امع زغير خالص مش الامع العادي بتاعه لان ده ميني تارت تارت الغنون خالص يعني تارت كله اه حجمه ما يجيش تلاتة سنتي يعني. فالامع ده امع صغير خالص مش الامع الكبير العادي. هو ده اللي بنزل بيه في النص وفي نفس الوقت برضو هتشوف ان انا عملت بيه الروزيتات الصغيرة دي. اه وبرضو استعملت ايه الفاكهة المجفافة او قطع الكمبوت الصغيرة اه او قطع فاكهة اه فريش زي الكيوي كده. بيبقى لزيز جدا وخفيف وشكل الشيك في التقديم في المنسبات والعزائم والاعياد. اه لو عجبتكم الوصف يا جماعة ما تنسونيش في اللايك والشير علشان توصل الى اكبر عدد من الناس ان شاء الله. زي كده بعد الكريم بسير زي انتهى كمان بالفاكهة اه اما فاكهة كومبوت من العلب. اي اما بفاكهة مجفافة. اي اما فاكهة فريش. ودي بحط عليها وحدات من الشوكلة الصغيرة. وحدات شوكولاتات بيدة بعد الكريم شنطية. وحدات شوكولاتات صغيرة بيدة او شوكولاتات اه بني. شوكولاتات اه غم اه يعني. اه حسب بقى التزيين ده حسب ما اه يترى اليك وحسب ما اه تحبه. كده في كريم بسير ومن جوة كريم بسير احط مثلا لوزاية او احط اه سودانية مغلفة بالشوكليت او اه الفاكهة الكمبوت او اه شوكولاتة ملونة او دهبي شوكولاتة برضو دهبي او ملونة او فضي او وطفر يعني. هنا بعد الكريم بسير حطيت واحدات اه دي سودانية مغلفة بالشوكولاتة. او ممكن احط فيها زي التانية دي ممكن احط له زايا او فوزدقاية او بندقاية. يعني آآ زي ما تحبه وزي ما تكون متوفر عندكو. تاني الصغيرة دي دي بامع صغير خالص امع ما هوش الامع الحجم العادي. لان زي ما قدتوكو التارت نفسه كل تارت عبارة عن آآ يعني تلاتة سنتي تسعة او حاجة حاجة صغيرة خالص. فالروزيتات اللي انا بعملها دي دي روزيتات بامع صغير. زي ما شايفين شكلها جميل في التقديم وفي ناس صغيرة خفيفة وصهلة في الاكل. ان شاء الله تعجبكو. وآآ صحتين وهنا واشوفكو في فيديو يد ان شاء الله.